نمشيو في الموضوع الساخنة واحنا ديما نجربو كل سنة نعم نختارو مواضيع اللي وقتها مهمة عم ناول ما عملناش الدورة في سوسا خاطر فما الجايحة لكن قمنا بكيت تيلتون في التلفزة ديما ساعات وموضوع وقتها نخروج من الازمة ممكن وعنا نتشوف ديما الموضوع في الصميم في قلب الحدث في قلب الحدث دس ناقلنا بما أنه فما طرح جديد وراهو طرح جديد لك معناها كما تقول أنتي جاء عنا فرصة معناها النادرة باش نجمو نعملو كل شي معلي صار 25 جويلة في البيه والخايب طوال لعبت تترقب وفما ما شاكله لكن عنا فرصة راهو نحكيه وراهو الثورة قامت بديت في وسط معناها بديت من 2005-2006 ضربت في 2008 في الحاوض المنجيمي وبعد كما تقول وفاة 2001 المشكلة أنه منوال التنمية والاقتصاد ما عادش هو صحيح اللي تبنيه في السبعينيات كان ناجع وعطاها في مارو وقدمت البلاد وبعد الماكينة هذيكة ما عادش ماشي بتاع القرن 21 ولذات طو فما فرصة صحيح زادا في الوضع الراهن برشا كلام احنا معناها المؤسسات تحس روحها زادا ساعات مستهد فبلا نسمع بكري في التقارير شوية بتاعكم على حكاية الحديد وكل شي حت حد ما قال إنه رأوا السعر الحديد ضعف ثلاثة مرات أنا نشري الحديد مش نصنع في الترويت متاع الكرة الترناطة كنا ناخد فيها بخمسمائة يورو وصلت للف وخمسمائة يورو معناها واحد يشري حاجة ويبيحها بشطر السوم اللي يشريها بيه حت حد ما قال هذي معناها هما كان ما يغليه وش يسكره ممكن فما حتيكة والعملية معقدة فيها نهيار دينارة تونسي فيها بشا جول معناها واحنا ساعات نحسه متخد فما مؤسسات تخدم على روحها تساهم في الدورة الاقتصادية تخلق في منطل شغل تدخل في العملة نجيب في الأداءات ما نحبوش كل نتحط في فرد كارا جوستو موتو نرشعب بعد شوي على موقفكم قراءتكم اليوم للمشهد الرهن وأيضا انتظاراتكم في المرحلة الجاية تعتبروا أنه هذا المسار السياسي الجديد ينجم يكون فرصة المعادة العربي لرؤساء المؤسسات كان دائما قوة اقتراح من خلال الندوات من خلال الورشات من خلال الدراسات وغيرها من المهام والأعمال اللي تقوموا بها بشكل داوب خلينا في الدورة 35 لأيام المؤسسة حكينا على الشعار اللي ترفعوه هذا العام المؤسسة والجمهورية الشركاء في إعادة البناء ما الجديد في هذه الدورة؟ الجديد أنه حطينا مواضيع حارقة كتشوف المؤسسة والجمهورية لدينا على كل شيء فما حكينا فما بانيل على الاقتصاد الرائعي فما بانيل ولنا اتفاجأت بوجودها في البرنامج جل الأمانة لأنه برشة مراظمات مهنية تعتبر السيجي هذي يتابو وهذا نعتبره شجاعة من كل شيء نحن مانيش نقابة نحن نقوم بدراسات اقتصادية اللي فيه منفهة البلاد اليوم عنا مشكلة الاقتصاد رائعي في تونس ممكن مش بالمخيال العام لكن فما مشكلة التشريعات متاعنا تصدد شوف تنديكي تقول لعبة اللوم الليبرالية وليبرالية ما عناش ليبرالية في التونس عنا قتعس عناها رأس مالية ما عناها رأس مالية؟ ما عناها رأس المال ركش يقولوا جبان بين الزفرين عليش خاطة بشمشي عم المشروع بشمشي عم المشروع يكسر رأسه وخط ديمه ونقابات وكل جاي يفك عليها هاو كيشري بيا حط سايا في الأراضي هذك هو الرائعي وجي شاب عنده مشروع يلخزوا شركات كبار مكركين غادي القوانين ما تسمحلوش بش يدخل خاطر رخصه على خاطر كراس شروطه على خاطر هذك انعي دائما اللي بيرالية يؤدي للرائعي معناها ساعات مفاهيم في تونس مخبلة والشركات اللي تخلق في الثروة ما نحبوش نتحطوا فرد شكارة سمعني اخي كيما واحد انتي اليوم انجينيور مهنتس يعمل مشروع قيم بش يخلق به الثروة يجي عرفوا بشاي كيفوا بشعتيه بريم خمساليف دينار بش ياخذوا خمساليف دينار تتكلف عشرة ألف دينار وهو دفعهم هو وراو اذك المهنتس بين سين اساس وادات واحد يشري ارض يرقدها يبيحها يربح يخلص عشرة في المئة المهندس خلق ثروة يخلص مئة في المئة والفلوس الريك شتخلص عشرة في المئة هذي تشريعات بلادنا كيقول نبدله منوال تانية معناها ميش حكاية هاذاك مشوم وهذاك باية كان عمري اربع سنين جاني بابا قال يا بني اريدو كان تكون شريرة لانك ستكون رجل اعمال معناها قطلو ها 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 انا شرير بالحق نكتر طيب حكينا على موضوع حارق اللي هو ملف الاقتصاد الرائعي اللي تقولي وانه سيكون حاضر من بين المواضيع كنت حب نمشيوا فيهم خلينا نعطيه على القل نبذة حول اهم الاتماتيك المشكونوا مطروحين وايضا اهم الضيوف المشكونوا حاضرين يوم الجمعة الصباح بحضور سيد رئيس الجمهورية اللي بشيجي يلقي كلمه اكد حضور رئيس الجمهورية احنا ما نشرنا الا ما وافقونا بعد بتبيعه هو رئيس دولة ما نعرش فهم اكرهيات فهم حاشيات الى حد الام رئيس الجمهورية سيكون حاضر باللي نشوفو فيه في الامن بشيكون حاضر ان شاء الله وهذه حاجة باها وحنا نتمنوها ياسر معناها باها الليلة جمعناها الخميس في الليل بش تبدأ اول جلسة اللي هي اسمها تمويل الضغطات الميزانية وتأثيراتها هنا بشيكون حاضر مروين العباسي محافظ بنك المركسي مادام سيهم بغديري نمسية وزيرة المالية وليد بن صالح رئيس هاية الخبراء المحاسبين سي معزل عبيدي وستاذ جامعي في الاقتصاد وغني عن التعريف معناها بريمانو حاجة قوية عليش هذا تقول جمدخل مؤسه خاتر كل شي مربوط بعضه في الاقتصاد انتي اليوم الترقيمة متاع تونس كي طاح انا نجيب مادة اولية من اسبانيا يكلمني مزود متى يقول لي راو تونس ولي تلنا تشعلها بالاحمر معاش عندي الحق فاتورتك من نجمش ناس كنتيها في البانك خاتر تونس هي شركة تعمين معاش يأمنوا على تونس ولي ذا يا اخي خلصني بالمسبق انتي بكش قاري حسابك معناها هذا مثال بسيط ولكن الدولة تخذ من عند البنوك سيولة تمسحها المؤسسات معاش تلقى متسلف بكله مربوط بعضه وقالك يجي انتي شركة تخدم مع الدولة متخلصش فمع بيت في الحبس خد تخرجه شيكية تقساب شيخو شيكو من عند الدولة القروا في الحبس خد مقبضش فلوسه وقتي للدولة متستثمرش خد رات خلص فش هاري كهو لا تورقات لا درشنو لا متعم في حد شي ذوك مربوط بعضه ذوك هذي اول واحد ملغود وصبع بعد الافتتاح نمروا لل الورشة الاولى نظام الحكم والنجاعة الاقتصادية خد طوما تروح نظام الحكم لكن نظام الحكم مهوش حاجة موجودة وحدها في الاهواء لازم تكون عندها تعثي راب رتول عباد فادة خطر اقتصاد خائب خطر مشاكل اجتماعية مجاي من الاقتصاد ولذا بش نطرح السؤال هل شنوه النظام الاقتصادي واللي بش نمشيو فيه اللي زاد يخلي الاقتصادي واللي ناجع وخاصة ان يوفر العيش الكريم لكل تونسين في علاقة بالنظام الحكم طبعا بطبيعة كل مربوط بعضه لك هذيك هنه بش يكون موجود حلقة النقاش الأولى هذي حلقة النقاش الأولى فما سي محمد صالح بن عيسى كوزير العادل الأسبق فما هذا الفيس بريزيدونت على البنك الأوروبي الاستثمار ريكاردو مورينو اللي هو معناها شخصية بيرزا سيد الحمروني جامعية والهيد العربي غني عالتعريف وزير تجهيزه ومعناها خبير كبير في الاقتصاد بعد نتعديه لبعض الاستثمار والترقب أي علاجات ممكنة ما معناها الترقب؟ راهو الترقب في الاقتصاد هو سم معناها أنا كنت شو قوموا باستثمار نقول بله حتى نشوف فين ماشيين حتى تظهروا الرؤية كيانا ما نعملوش كالاستثمار إنه مون مش موجود وتزيد تدفاقها من الأزمة وإنه نختص أكثر في المشاكل نحبو نلقاو مجال وحوار معاو 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 وفحو لنا شوية بش نشجعو العباد يداهمو ما نحبوهم مش العباد تقعد ويقفة راهو كاللي بشعمة شونا نحبوه ينفذو طوى مش غدوء دوك هذي مهم برش الموضوع هنا المتدخلين فما سيد سامير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط دوك هو طوى اللي بش يقوم منه بالمسار الجديد هو اللي قاعد تفاوض مع الفهمية هو دوك مهم برش حضوره بش يقولون لشنو ناوين يعملو قانون مالية 22 واتسترة بايه فما سيدة سلمة بابو هنا قطاع الخاص اللي هو أكبر مستثمر تونس اللي هي مجمع بولينا معنا كي نحكيه على التراقب كان انت اكبر مجمع يستنى هاو حطوهم فرطة ولا خلي حكيه وبعد عندك سيد مير القصاب خبير الاقتصادي والتاج جامعي ديما نجربوا احنا قطاع خاص صولة جامعيين بش هكا تبدأ فارية الحوار المقاربات متنوع بالضبط وكل وكل ورشة فما اعلامي معناها بشو دير النقاش بش يدير النقاش في كل وحش طبعا في حلقة نقاش الثالثة مش تحكيه على الانتظارات الاجتماعية والمؤسسة الجمهوري صحيح احنا راهوا دور المؤسسة لازموا يتبدل في العالم مجمع كي نحكيه على على المسؤولية المجتمعية على على البيئة على معناها هيش كوشي خلق مواطن شغل ودفعان شهاري وقشري وبيع وحاول فهمتني معناها لازم يكون فما دور شوفناه في الجايحة مؤسسة لعبة دور كبير موش كونش في تممويل وزارة الصحة ما حتى في المحيط المباشر متاحها معناها وهناها لازم لازم يتحط الموضوع على الطاولة هناك كيف عنا فيوف تبارك الله سي نوردين طبوبي من عام اتحاد شغل هو شاول مرا جينا ديما يتشارك معنا في الحوارات وانتمنوا هذا برشا زادا سيدة شيراس سعيداني خبيرة واستاذة جامعية ومعها سي الحبيب الكشاولي هو كان وزير أسبق للصحة وشون الاجتماعي اللي هما زوز المواضيع اللي كان حكيه على البلاد الشحشت هتوه معناها حرق خاصة في سياق القورونا بالضبط بالضبط بعد الدورة الرابعة اقتصاد الرائعي والشركات الوطنية الرائدة معناها هنا نحبه نعمل فارتكي مقود الكراهة وعنا مشكلة رائعي في التشريعات ولازم نحلوها وما كيش البلاد ما تقدمش لكن نحبه كل شي نوصحوه ونحطوه في إطاره وهنا مثلا نستدعينا سي لوئي الشابي اللي هو رئيس منظمة أليرت معناها خاتر عنده ما يقوله موش معناها الكلام اللي يقول فيه بنعتبروه غالط ولا صحيح لكن الموضوع لازمو يتطرح كل شي يناقش كل شي يناقش سي نفع النايفر هو زادا عضو الهائة المديرة فمع عضو بيرز وعنده خبرة كبيرة فما سي سيدة صباح مالك عضو المبادرة اللي نفكر ديمقراطياتنا تونس وفما السيدة فريال ورغي خبيرة وستاذة جامعية به نتعديه بعد للـ حساس المتزم فما قبل زو زو ورشات ماشين متزامنين على الصباح نهار السبت ولولا على المؤسسات الكبرى والمؤسسات ناجا هذو ما تقنين شوية المواضيع معناها عنا اليوم دي ستارتاب كين ما همش قادرين بش يطلعوا بالقديق خطر ما قلنا بلكشي كين نحنا الشركات الكبرى الاقديمة تتفاعل معاهم هي تعطيهم فرصة تخدمهم ولت معنا تأطرهم ممكن ينجموا يدوك موضوع انتريسون وم بلوس فيه الشباب خطر أكثرية الستارتاب هما شباب والموضوع الاخر الانطباح حول المؤسسة وصاحبها هذا كيب اقول لك انا شرير فهمت معناها وديار انا فيه هذا الباناة هذا طيب في حلقة النقاش الخامسة والسادسة فما موضوع المؤسسة والسياسة التأثير والتمويل وأيضا الشباب والمؤسسة ورؤية للمستقبل معناها في السياسة التأثير والتمويل هل المؤسسة عند الحق تمول السياسة ولا؟ وكي انت تمنحها قاعدة تمول وسائل المولة التالوية ولا؟ وعليش؟ وحن كيف كيف لازم تتفارق الرمانة خلي نشوفه معناها هو في قلب الديبال ينحكيه فيه ولكن في الترك صحيت احنا معاش نحب الترك اللي يخدم فيه مخه خايف لو يدخل الحبس يمشي يمول سياسي باش يدبر حصانة معناها صار ولا ما صار شمو صار المجلس المنحل المشكل هكا ملغم هذي موضوع لازمو يتحكي فيه وعليش العبيد هاربا مسياسة هنا كيف كيف تشوف معناها فمسي فضل عبد كافي اللي هو وقتها استقالة خطر حكاية التضرر المصالح وكل شيء وهنا السيد اللي وقتها نفت انتباه على التضرر المصالح ايواتش موجود معه فرد بانيل معناها الفكرة انه كلش كيف كيف نحط كلشي على الطاولة وكل واحد يحكي كيفش يشوف شوف الموضوع هذي سيد احمد سواب سيد احمد سواب وركلة ومدام زهرة زهرة دريس غنيها مدام نجل بودن رئيس الحكومة ستكون من الحاضرين بطبعه هي هي الوحدة معناها الاخير خد رئيس صارت العادة قبل كيجينا رئيس هو يعمل افتتاح ورئيس الحكومة يختتم وهذا هو زيد الموضوع المستقبلي هو الشباب والمؤسسة رؤية المستقبل معنا حبيناها تكون طريقة الحوصة لو هي زيدة بشتعطينا افكارها وزيدة نحطه اكثر حاجة مشوقة في الاخير بشتل عمالين ما تهربش جستم معتيكم الصحة الحقيقة امين بن عياد على هذا البرنامج الثري المتابع لأيام المؤسسة يعرف هذا ليس جديد هذا من تقاليدكم خدمة كبيرة تقوموا بها منذ سنوات دائما في قلب الاستحقاقات والتحديات الاقتصادية والماليات التحديات لتهم المؤسسة التونسية شنين انتظاراتكم من هذه الدورة وانتظاراتكم من المرحلة السياسية راهنا برش حديث اليوم على الترقب على الضبابية على الاصلاحات اللي طال انتظارها شنين الاولويات بالنسبة لكم في المعادة العربي لرواسية المؤسسة مازلنا متأكدين وعنا يقين قناعة انو الخروج من الازمة ممكن وراهو الكلنا مع بعضنا وراهو اطنشت لعنا عقلية كورت قدم في تونس كان انا ربحت مع انتي خسرت كان انا ربحت مع انتي خسرت روف الاقتصاد نجم ونربحوا الكل الاقتصاد نجم يعن معج زيت وهذاك عليش نحبه فريما ومعناها الناس كل تجي مع بعضها شفت معناها ملاطراف الكل واحد ونشوفه التصور جيد مع بعضنا وراهو وفاما حد شي صعاب علينا توانسة كان نحط ويد في اليد هذي الفكرة معناها وبطبيعة نحبو نسمحوا المسؤولين شنو رؤية الخدمة معنا حضورهم المعلامي كان محتشم وما زالوهم عندهم مش برشة ما اللي يبدأوا طوب باش يدخلوا بيبدأوا في الانجاز وكل شي دوك فرصة زادة باش نشوفوا كيما قانون مالية 22 كيما شنو الاجرائيات فاما اصلاحات خدت طوب برشة فعدي نسمعوا ما هي بجي بالتمويل الا ما فاملا اصلاحات وهم معناها موش منهم اللي وصلنا الظرف احنا عشرة سنين كل واحدة ستكورة اللي بعد واللي انتوصلنا على الحديد كيما يقولوا فهمت والذاتة والبحر وراءنا والعدو امامنا طيب مرحلة سياسية جديدة تقول وانو 25 جوليا فرصة فرصة للقيام باصلحات الانتظارة فرصة لتصحيح المسار مشفى على المستوى السياسي فقط بل ايضا على المستوى المالي والاقتصادي الى حد الان اليوم هل الرؤية واضحة بالشكل الكافي هل المناخ الحالي يشجع على الاستثمار هل المناخ الحالي يخلي صاحب المؤسسة مرتاح وضامن المستقبل عارف شو مش يصير في المستقبل بطبيع عليا كاشي رايي سهل العملية لكن في نفس الوقت فرص كبيرة لبلادنا كتشوف انت على المستوى العالمي كيفاش مثلا سعر النقل من الاسيا غليه برشة حتى على الاوروبيوين ولو جو في مزودين جدد انا اليوم منتوج متاعي كنت مثلا حاجات ما نجامش نبيحة في تزاير خاطر منافسة صينية اضم حالة منافسة صينية دو كانت اول نجم نحط ميكينات ونبدأ ننتج ونخصوق جديدة فهمتني معناها دوك ما نجموش يزاير عندنا هالفرصة عليش شوية ثيقة شوية رؤية ما نجموش تقول لي كل شي اما راهوا المؤسات راهي احنا رانا عشرة سنين في هزا استهنسنا وحاجة بغيرة عليش احنا برشة شركة وانسا خرجت اقوى من الكورونا خطر الثورة وصاروا برشة حكايات اللي ما عاشفة منش كريس بريك فهمني بالحق معناها بالنسبة لشركات اوروبية هما تغادروا برشة ما عارفوش يا عمنا احنا ملي شمينا ريحة الكورونا بديننا نحضروا في رواحنا مش خرجنا منها اسرع ولذا وريونا شوية عاتيونا شوية ثيقة وضويونا شوية شفا ما اسابيع المقبلة دو احنا نستثمروا الحل سياسي فقط ام الحل اقتصادي ايضا بالنسبة لكم انا ما فرقش بيناتهم عملي ما شفت فرق بين معناها هي السياسة هي ادارة شأن العام اللي هو بمتياز اقتصاد واجتماع فهمتني معناها بالتبيعة فهم مكتسبات فهم حريات فهم واحد نحبوا ديمقراطية خطر كهوة ديمقراطية ضقناها معاش نش نسلموا فيها فهمتني لكن ما ننازمش نتولي مرتبطة ديمقراطية بالهم والميزيريا خطر هذيك توا الاحساس تاع عدد كبير من التوانسة نحب ونوريو اللي لا بالديمقراطية ونجم ونزدار ونجم ونخرجوا منها بين العاجل والآجل بين الإصلاحات الاستراتيجية اللي تهم واقع الاقتصاد والمؤسسات التونسية وبين تداعيات ما بعد أزمة كورونا اليوم وين تشوفوا الأولوية وين تشوفوا مفاتيح الإصلاح ومفاتيح المعالجة أمين بن عيد أنا بالنسبة لي الدولة وبشوركيها كبالاتحاد لازم يختاروا يختاروا موضوع ويعملوه للأخر يعني يختاروا أصلاح كبير واحد منهم تحكينا عن برشة أصلاحات يامل المؤسسات العمومية هذيك اللي عنها مشاكل مادية يعاد تحيكلتها وإلا حكاية الدعم يختاروا واحد موضوع ويمشيوا فيه عليش خط كيتمشي في واحد توري أنك خطر الحكاية وقبل عشر أثنين يتكلموا ما عملوا حد شيء كي أنت توري أنك بالحق باش تعمل كل شيء نتصور يتحل ويجي التموين ويجي الاستثمار الخارجي وصحاب تونس يقفوا معها ونجموا قدم ولذا يختاروا حاجة أما يعملوها ويعملوا فيه ساعة في علاقة بقانون المالية لسنة 2022 لليوم ما زالنا ما نعرفوش تفاصيل مشروع هذا القانون جدل كبير وضبابية كبيرة أيضا شنية انتظرتكم في هذا الإطار أنا نظن حتى المسؤولين الكبار في الدولة ما يعرفوش خاطر أنت أمر طبيعي هذي أمين بن عيد؟ الطبيعي خاطر الظرف يقول هكي كأنتي طو ما تعرفش بش معناها جاوت ستخرجوا حكاياتكم كواف ما دول بشتعوين بشتمول وبعد قالوا جب دور واحد ولذا أنت بين هذي وهذي يفرق هل ليفامي بشي قولك أعمل أصلاح وبعد نمولك ولا نبدأ نمولك وعمل أصلاح هذي يزادة يفرق هل أنت العجل هذيك بشتقلص فيه في التنقيص المصروف ولا بشتقلص فيه بالتدين ولا بجي تضرب اللي خلصه في الإيديات القطاع المهيكل ولا بتجرب دخل القطاع ما نعرفوش معناها ما سعيبة هي ما هيش سهلة هل فما تواصل مع وزارة المالية والحكومة في علاقة بهذا الملف بينكم ومنهم؟ ببدأ الحقيقة معناها في هما قبلوا التعوى وجايين وبشيش يشاركوا وصار اللي قال بارح بنا مع رئيسة رئيس الحكومة مع بعثة مع العربية رؤساء المؤسسات اللي بالعكس معناها حاسين أنه فما تفاعلوا وجايين ونحبوا نحكي ونحبوا بطبيعة هم راهوا ما زالوا كي بدايه معناها من جموش توا نحكموا خطر معناها جاء ظرف حكاكة ان شاء الله ان شاء الله ان يصير تفاعل أكثر وأكثر تجاوب وأكثر مشاركة وأكثر زادة أعلام خطر يظل باهكين ينفسروا للتوانسة روتونس يفهم كل شيء أعطيها صحيح ما تخافش جسما هو ننتظر أيضا المشاركة الكبيرة لعديد المسؤولين في الدولة في أيام المؤسسة دورة 35 نذكروا أنه رئيس الجمهورية سيكون في الافتتاح أيضا رئيس الحكومة في الاختتام وزيرة المالية مش تكون حاضرة وزيرة التخطيط والاقتصاد مش يكون حاضرة عديد الشخصيات الهامة والوازنة في المشهد الاقتصادي وفي الشأن العام في تونس مش يكونوا حاضرين تلتأم الدورة هذه تحت شعار المؤسسة والجمهورية الشركاء في إعادة البناء أمين من عيدنا برئيس المعهد العربي لرواسي المؤسسات نخلي لك كلمة الختام تونس باها تونس باها تونس باها سقنا وجعونا جميلة منك سيامينة اما الحقيقة انا نعيش في ساعتي كمثال انا نخدم في شركة تصدر في ستين بلاد منتوج تونسي عملة تونسة إطارة تونسة رأسمال تونسي ناشحيد قدرة نفسية نصدروا في خمسة قرات نربحوا في الفلوس نخلصوا في شاربها وندخلوا في الأدايات معناها راهي تونس نجم تعمل فيها كل شيء ونتعطوه بالتكنولوجيا ولذا احنا اللي عايشين نجاح معناها نجاح في تركينة صغير نشوفوا ان البلاد هذي تشتعم كل شيء فهمتني نجم توفر العايش الكريم لناس كل ممكن بالحق ممكن ولذا نحب انا شوية ذبذبات إيجابية نختموا بها راهوا بلادنا بلادنا راهي مهيش برش اقول لك كل واحدة خم بلاده سبيسيال كلها مسحية بلادنا سبيسيال انا اختمت صناعة في اربع بلدين اخرى ونقول لك راهوا التونسي مهوش مهوش شوي شكرا لك امين بن عيادنا برئيس المعهد العربي لرؤسي المؤسسات من خلالك موجه وتحية لكل اصحاب المؤسسات الخاصة للمستثمرين الناس اللي قاعدة كابت الناس اللي تعبت برشا في العشرة ستين هذوما الناس اللي قاعدة ضحي من اجل استمرارية المؤسسة واستمرارية المؤسسة هو استمرارية للدورة الاقتصادية استمرارية لمواطن شغل استمرارية استمرارية ايضا لعائدات مهمة للدولة التونسية من العملة الصعبة نعرف انت وامثالك برشا يخدموا البرة وبرشا قاعدين يشرفوا في الصناعة التونسية ويشرفوا في رجال ونساء العمالة وانسة في الخارج رأسماء الرمزي يجبنا نحافظوا عليه يجبنا ندعموه ويجبنا نبنيه عليه ان شاء الله بالتوفيق لكم نذكروا ان الموعد 9-10-11 ديسمبر 2021 المؤسسة والجمهورية شركاء في عادة البناء هذا هو شعار الدورة 35 لأيام المؤسسة بتنظيمنا المعهد العربي لرؤساء المؤسسة ترجمة نانسي قنقر